موسيقى سنذهب وإيكم إلى مراكش معنا من هناك الزميل باسام النجار باسام مساء الخير أنا بك عبدالله وتحية لديفك سي فؤاد وسي مراد وأهلا بكل مشاهدي قناة ميديان تيفي باسام كنت اليوم برفقة فريق ريال مدريد عاية الحصة التدريبية والمؤتمر الصحفية الذي عقده النادي الملكي ممثلا بالمدرب كالوانشلوتي والمدافع سيرجون راموس ما الجديد داخل معسكر الفريق الإسباني نعم إذن عبدالله فريق قرية مدريد أن اليوم تحضيرته لمباراة تنهيئة التي ستجمع إذن غدا بنادي سالورنزو على الساعة السابعة والنصف آخر حصة تدريبية أجرها الريال كانت على الساعة الخامسة على أرضية الملعب رقم أربعة تابع لمركب أو ملعب الكبير لمدينة مراكش سبق هذه الحصة ندوة صحفية كما قلت عبدالله شارك فيها كل من المدرب الإيطالي كالوانشلوتي والمدافع سيرجيو راموس هذا الأخير لم يتأكد بعد إن كان سيشارك في اللقاء أم لا بعدما تبين الإصابة التي يعاني منها تحتاج لمزيد من الوقت ولمزيد من الراحة وبالتالي فقرار إقحام راموس في النهائي سيتخذ قبل ساعات من انطلاق المباراة سيتم اتخذه بالتشعور مع اللاعب ومع طبيب الفريق بالنسبة للحالة الثانية والتي تهم الكولومبي خيمس رودريغيز أكد أنتشلوتي أن لعب الكولومبي عاد لتداريق الفريق منذ يوم الأربعاء الماضي وبالتالي فهذا اللاعب سيشارك بلا محلة فيه في المباراة نهائية بعدما تعفى تماما من الإصابة التي كان يشكو منها أنتشلوتي أكد من جهة ثانية أن لاعبيه سيلعبون أو سيلعبون من دون أي تحفيز رغم أنهم سيلعبون تحت ضغط كبير بعدما يعني يريدون أن ينهو هذه السنة بأفضل طريقة ممكنة كان اليوم حديث عن ما قيل حول رونالدو اليوم في شبكة الانترنت عن كون اللاعب البرتغالي غير مرتاح بمقامه في المغرب بعدما أصدر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي يقول فيها أنه يشتاق لذويه في البرتغال أنتشلوتي تكلم عن عن الكلام الذي تم إثارته عن هذا وقال أن هذا كلام فارغ فريال مدريد يعيش طقس رائح هنا في المغرب وهو يستمتع باللعب بمرعب مركوش وبالتالي فالحديث عن هذه الأشياء هي مضيعة للوقت ولا داعي للتأويلات كان هناك أيضا حديث خلال الندوة الصحفية عن الجماهير التي سندت الجماهير المغربية التي سندت ريال مدريد في المباراة الماضية راموس أجاب بخصوص هذه المسألة وقال أنه تفاجأ كما تفاجأ زملائه بحرارة الجماهير المغربية وقال أنها عوضت غياب الجماهير المدريدية في لقاء الماضي جماهير المدريدية عبدالله للإشارة ستكون حاضرة غدا يوم السبت وسيقدر عدده بحوالي ثلاثة آلاف مشجع وسيتم استقبالها هي وجمعيات أنصار فريق ريال مدريد المغربية سيتم استقبال الجماهير غدا صباحا وبالتحديد على الساعة الثانية عشر بقصر المؤتمرات بمراكوش وبرئاسة رئيس نادي ريال مدريد فيرنتينو بيريزو وكذلك أميليو بوتراجينيو وأيضا اللاعب الكرواتي لوكا مدريش المصاب والذي لا يلعب هذه البطولة نعم بسام هذا بالنسبة لفريق ريال مدريد بالنسبة لفريق سالورينزو الأرجنتيني ورغم أنه وصل بصعوبة المباراة النهائية إلا أنه يحمل أمل عشاق الكرة في أمريكا الجنوبية بأكملها ويطمح لتحقيق فوز تاريخي على ريال مدريد صحيح مسؤولي كبرى ملقات الآن على عاتق اللاعبين الأرجنتينيين المباراة ستكون صعبة والمهم صعبة للغاية لكنها ليست مستحلة وكل شيء عبد الله ممكن في عالم كرة القدم إذن سالورينزو وكما قلنا كان أول فريق يتدرب اليوم وكان ذلك على الساعة العاشرة صباحا هذه الحصة شهدت مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم لعب خطل وسط أورتيغوسا الذي كان يعاني من بعض الألم لكن هذه الألم يعني لن تؤثر عليه في المباراة وسيشارك بدون أدنى شك تركيز الصحفيين وخصوصا ممثلي وسائل الإعلام الأرجنتينية في الندوة الصحفية لهذا اليوم كانت بخصوص المستوى الذي ظهر به فريق سالورينزو في المباراة الماضية وعن ما يريد أو يسعى المدرب بوزا لتصحيح ذلك المدرب الأرجنتيني قال أنه وضع تكتيكا خاصا لهذا اللقاء وهمه الأول يبقى منصبا على استرجاع اليقى البدني للعبين خصوصا أن لعبين ريال سيستفيدون من يوم راحة إضافية فوق ذلك قوة فريق سالورينزو تكمل في تجربة مدربه وكذلك بتجربة لعبه وعلى رأسهم المدافع ماريو يبس الذي مثل المنتخب الكولومبي في العديد من المنتقيات الدولية منها كأس العالم ولعباء للعديد من الأنديا الأوروبية الكبرى كإيسي ميلان وباريستان جرمان إلى أن قوة فريق سالورينزو الكبيرة التي سنرىها غدا هي قوة أو حماس جماهيرها التي تقدر الآن بحوالي ثمانية ألف مشجع وقد تصل إلى ثمانية ألف مشجع غدا السبت كما أن فريق سالورينزو سيحظى بدون أدنى شك بمتبعة وبتشجيع من مشجع من نور الخاص ومن قلب الفاتيكان حيث أن بابا الكنيسة الكاتوليكية فرانسيس الأول يبقى هو المشجع الأشهر عبر العالم لنادي سالورينزو الأرجنتيني